من يمثل القضية الجنوبية؟ سؤال أصبحت الإجابة عليه أكثر تعقيداً بعد التطورات التي حصلت منذ تحرير المحافظة الجنوبية من ميليشيا الحوثي والمخلوع قيادات جنوبية أكدت قيام الرئيس هادي بإصدار قرار يعطي فصائل الحراك حق تمثيل القضية الجنوبية لكن ما جدوى هذا القرار في حال تأكد صدوره؟ انطلق الحراك الجنوبي في العام 2007 ليعبر عن قضايا الجنوبيين وحقوقهم التي تعرضت لتجريف المنظم في ظل نظام المخلوع صالح وخلال عشر سنوات تعرضت القضية الجنوبية للتسلق والاستغلال من قبل البهض وظل البعض الآخر يعبر عن هموم الناس كما هي في الشارع مراقبون يقولون أن تشكيل المجلس الانتقالي في مايو الماضي مثل ضربة للقضية الجنوبية العادلة لقفزها على الإرادة الشعبية والاتكاء على دعم إقليمي يهدف إلى استغلال هذه التباينات واستثمارها في تصفية حساباته وتحقيق أهدافه الخاصة يعلو صوت المجلس ويخفط بحسب رغبة الحاكم الإماراتي فعندما يهدأ خلافهم مع هادي يتم استدعاء عيدروس وبن بريك لقضاء فترة نقاهة طويلة في أبوظبي وإذا اشتد الخلاف يعود هؤلاء بالمال والسلاح يجوبون المناطق الجنوبية ويعيدون الناس بأوهام لا يدعمها المجتمع الدولي ولا الإقليمي عدى الإمارات وبين الوهم والحقيقة تتلاشى حقوق الجنوبيين المسلوبة من زمن طويل يقول الناس أنهم قبل كل شيء يبحثون عن كهرباء وماء وتحسين بقية الخدمات وحضور فعال للأجهزة الأمنية والقضائية هذا هو الجنوب الذي يريده أبناؤه بعيدا عن الشعارات العنصرية التي ولدت مناخا غير صحي في المحافظات الجنوبية يكاد ينفلت في اتجاهات عدة الجنوب اليوم بين مشروعين إما مشروع عيدروس والمصاية الإقليمية بما يحمله من ميليشيات خارجة عن الدولة والسجون سرية لأبناء الجنوب أو مشروع الفيدرالية والجلوس على طويلة الحوار لبحث مطالب الجنوبيين على قاعدة مخرجات الحوار الوطني النفوذ العسكري للإمارات في الجنوب يعطي صخبا أمنيا أعلاميا لفريق عيدروس لكن الصخط الشعبي يتنامى يوما بعد يوم بحثا عن دولة قوية تعيد للجنوبيين ذكريات سيادة النظام والقانون